بسم الله الرحمن الرحيم الذي ابتدأت فيه المملكة منذ أكثر من أربعين عام وهو قطاع الاتصالات حيث أن المملكة كانت من أهواء الدول التي أدت إلى تأسيل شركة عربسات بالحصة العظمى في ذلك وهذا كان في عام 1976 ميلادي البطاع الآخر الذي تهتم به المملكة العربية السعودية وهي قطاع رصد الأرض ومراقبة الأرض وبذلك نعني أقمار الاستشارة عن بعدة التي تزودنا بكافة البيانات الفضائية عن سطح الكرة الأرضية كذلك أقمار المناخ وأقمار الطقس القطاع الثالث له الملاحة عبر الأقمار الصناعية وهذا ما يعرف في الجيو بجي بي اس حيث تستخدم أقمار لتحديد مواقع أو موقعك على سطح الكرة الأرضية بدقة كبيرة جدا وهذه لها استخدامات كثيرة كما نرى في حياتنا اليومية القطاع الرابع وهو مركبات الأطلاق وهو إذا عدنا إلى التاريخ كانت أول مركبة وصلت إلى الفضاء الخارجي كانت مركبة الـ V2 في عام تقريبا 1942 تطورت الصواريخ من تقريبا ذاك الوقت إلى العصر الحالي حيث أصبحت الصواريخ الآن تعمل عليها الدول لإيصال أقمار صناعية ومهمات أكبر إلى الفضاء في المستقبل القطاع الخامس وهو أمن الفضاء وهذا نتحدث عن أمن الفضاء وما يقدمه للدولة من نواحي الأمنية حيث أن أمن الفضاء جزء متكامل من أمن الدولة فهذه من القطاعات التي تهتم بها المملكة العربية السعودية القطاع السادس وهو علوم الفضاء واكتشافه وهذا يتركز في الأبحاث العلمية التي تقوم بها الهيئة بالاشتراك مع الجهات الأخرى في المملكة في تطوير أبحاث في خدمة مجال قطاع الفضاء تعود بالفائدة على المملكة العربية السعودية وعلى المجتمع العالمي بأجمع القطاع السابع وهو الرحلات المأخولة وهذا يعني ولله الحمد للمملكة العربية السعودية كانت أول دولة ترسل رائد فضاء عربي مسمو وكان ذلك في عام 1985 حيث انطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في رحلة STS-51G لمدة سبع أيام دار فيها حول كوكب الكرة الأرضية القطاع الأخير والثامن وهو أنشطة الفضاء الناشئة وبذلك نتحدث عن الأنشطة مثل التخلص من حطام الفضائي كذلك ننظر إلى استخدام الموارد الطبيعية في الفضاء بما في ذلك التعدين في الفضاء وكيف ممكن استغلال هذه في مهمات أخرى ذكرنا قبل قليل أن المملكة ابتدأت في قطاع الفضاء في مجال الاتصالات في عام 1976 وذلك تأسيس عرب سات التي امتلكت المملكة العربية السعودية الحصة الأكبر وهي في تقريبا 37% بعد ذلك تقريبا بسنة واحدة تم تأسيس مدينة الملكة عبد العزيز للعنوم والتقنية التي كان لها الدور الكبير في البداية في تأسيس قطاع الفضاء في المملكة إلى أن تم إنشاء الهيئة في عام 1985 كانت أول رحلة لرائد فضاء عربي مسلم والتي تم ذكرها لصاحب السمو الملكي الأمية السلطان بن سلمان والذي انطلق في أسيس 51 جي وتم إطلاق قمر صناعي باسم عرب سات 1 بي وهو القمر الثاني للاتصالات وكان السمو الأمير أخصائي الحمولة في هذه المهمة بعدها بسنة واحدة تأسس في مدينة المنكة عبد العزيز المركز السعودي للإستشحار عن بعد الذي تحول إلى المركز الوطني للإستشحار عن بعد في مدينة المنكة عبد العزيز وكان مسؤول عن جميع الأقبار الصناعية التي تخدمها المملكة في رصد الأرض في مراقبة الأرض في الحصول على البيانات سواء كانت بيانات رادارية أو بيانات مرئية في عام الألفين تأسس مع حد بحوث الفضاء والطيران في مدينة المنكة عبد العزيز وبذلك كانت أول توجه إلى صنع وبناء الأقمار الصناعية بحيث أن في عام 1999 تم إطلاق أول قمر صناعي السعودي 1A و 1B وكانت أقمار منخفضات المدار تستخدم للاتصالات والهدف المرجوع منها هو التمكين وبناء الإنفرستركشور والكفاءات اللازمة للقيام وخوض تجربة ناجحة في قطاع الفضاء تل ذلك تقريبا 15 سنة إطلاق برنامج لإطلاق الأقمار السعودية خلال كل سنتين وستمر هذا الموضوع إلى تقريبا نهاية عام 2018 في ديسمبر حيث تم تأسيس الهيئة السعودية للفضاء برئاسة صاحب السموم الملكي الأمير سلطان بن سلمان وأوكلت الهيئة بإدارة غيادة المملكة في قطاع الفضاء وأخذه إلى ما تحدثنا عنها وهو Space 4.0 قبل قليل رأت المملكة في وضعها للإستراتيجية الوطنية للفضاء والسياسات أن يكون هناك عدة مبادئ توجيهية ضرورية تقود هذه الإستراتيجية وتقود هذا الكيان فعلى سبيل المثال الإستراتيجية يجب أن تكون طموحة فمن أن أحم المبادئ أن تكون إستراتيجية طموحة بحيث تتطلع نحو المستقبل يعزز الإبتكار وتطور قطاع الفضاء في المملكة كذلك هي استراتيجية شاملة حيث تحوي على الشمولية وتدير كافة أنشطة الفضاء على مستوى كل الفئات والتقديات ذات أصلة لقطاع الفضاء في المملكة كذلك الموائمة المملكة تتوائم في أنشطتها الفضائية مع أنشطة الفضائية القائمة في العالم حيث أن المملكة العربية السعودية ضمن اللجنة السلمية لاستخدام الفضاء الخارجي التابعة للممتحدة فالموائمة كانت إحدى المبادئ المهمة التي رأتها الهيئة كذلك السلمية برنامج الفضاء السعودي والهيئة السعودية الفضاء هي جهة سلمية تلبي الاحتياجات المتعلقة بالسلام في قطاع الفضاء للمملكة هو الترمي إلى النهوض بهذا القطاع والنهوض بالمواطنين في المملكة لتحقيق ما فيه خير وما الصحة المملكة والبشرية كذلك المملكة كونها أحد أعضاء الأمم المتحدة ومصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات فمن المبادئ التوجيهية الالتزام بالأنظمة والمعاهدات الدودية التي أبرمتها المملكة مع هذه الدول الأخرى كذلك نرى أن من تجربة العالم في قطاع الفضاء والسبيس 3.0 أن الفضاء للجميع في الإشراك والاستباقية في إلهام الجيل الجديد ومشاركة الأجيال الجديدة وكذلك الشراكات الدولية من أهم المبادئ التوجيهية وفي الأخير يجب أن نتذكر الواقعية فمهما وضعنا من أحلام ومن خطط في الاستراتيجية يجب أن نراعي أنها تكون واقعية وتأخذ بعين اعتبار القدرات الحالية الموجودة للمملكة بعد ذلك قامت الهيئة بالتطوير السياسات الفضاء للمملكة العربية السعودية وكان أهم السياسات تتلخص في أربع نقاط وهي سياسة تعزيز وتنمية الاقتصاد والابتكار في المملكة وهذا يتوائم مع تطلعات المملكة لرؤية 2030 حيث انطلاق المملكة في قطاع الفضاء يزيد من الفرص ويزيد من الأعمال التي لا تستوجب الاعتماد على النفط فبذلك يؤثر على التنمية الاقتصادية ويكون بذلك الفضاء هو الدافع للوطن لتعزيز وتطوير التقنيات والإسهام في توزيع وتنويع واستخدام الاقتصاد المحلي كذلك من الأهداف السياسية للهيئة السعودية للفضاء هي تعزيز الأمن الوطني وذلك باستخدام البنية التحدية والتقنيات الموجودة في قطاع الفضاء وانظمة الفضاء سواء لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية لا سمح الله أو من الكوارث التي قد تكون من فعل الإنسان من الأهداف السياسية للهيئة كذلك في مجال الفضاء هو تعزيز التعاون الدولي بين الدول هو أحد الأهداف السياسية للمملكة في قطاع الفضاء آخر هدف سياسي وهو قد يكون الأهم وهو تنمية رأس المال البشري في المملكة وبذلك نعني أن تطوير الكفاءات المحلية وتحديدا في مجال تقنيات الفضاء المعنية وعلوم الفضاء وبذلك تكون المملكة تقود المنطقة في هذا المجال وتقود كما قادت سابقا في انطلاق سمو الأمير سلطان سلمان كأول رائد فضاء عربي مسلم وبذلك أطلعت منكم على بعض من ما تقوم به هيئة السعودية للفضاء وشكر لكم شكرا لكم شكرا لكم